مرحبا بكم مجددا يا طلبة الأعزة سوف نتناول اليوم درس حب الصحابة ردوان الله عليهم وأهداف حصاتنا لهذا اليوم أن نعرف مفهوم الصحابة أن نعدد بعض أسماء الصحابة أن نستنتج واجبنا تجاه الصحابة أن نجيب عن الأسئلة بداية سوف نتعرف إلى مفهوم الصحابة الصحابة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فإذا لقي شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو ليس من الصحابة لأنه لم يحقق شرط الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لقي شخص الرسول وآمن به ثم ارتد عن الإيمان فهو ليس من الصحابة لأنه لم يحقق الشرط الثاني وهو الموت على الإسلام والآن نستنتج يا أحباء الطلبة حتى يصح تعريف الصحابة يجب أن تتوفر عدة شروط وهي أولاً أن يكون الشخص عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثانياً آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثالثاً مات على الإسلام ومن أشهر الصحابة ثانياً طلاب الأعزاء ما واجبنا تجاه الصحابة واجب تجاه الصحابة ردوان الله عليهم يجب علينا أن نحب الصحابة ونوقرهم ونحترمهم لأنهم هم من وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحماية الدعوة وهم أيضاً جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملوا في سبيل الدعوة كافة أنواع الأذى ومنهم من خرج من وطنه وتركوا خلفهم كل ما يملكون كل هذه التضحيات كانت في سبيل دعوة الإسلام لهذا يجب أن نحترمهم وأن نقتدي بهم وأن نحرس ديننا ولا نفعل أي شيء يخالف أوامر الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ونهى عن سبهم أو النيل منهم قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيشك أن يأخذه وقال أيضاً لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والآن وصلنا إلى الإجابة عن الأسئلة السؤال الأول الإجابة الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام السؤال الثاني الإجابة واحد من فضائل الصحابة وأنهم أفضل القرون وتشرفوا بصحبة النبي وأن الله أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفتح الله على أيديهم بلاداً واسعة وارتبطت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبتهم ثانيا قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه السؤال الثالث لأنهم وقفوا بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصبروا على أذى المشركين وهجروا أوطانهم السؤال الرابع واجبي تجاه الصحابة أن أحبهم وأوقرهم وأحترمهم هكذا نكون قد أنهينا الدرس إلى اللقاء يا طلبة الأعزاء